بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وناخد مع بعض مراجعة لاختبار الميت ترم الفول سمستر الفين تلاتة وعشرين الفين اربعة وعشرين للمادة تي ام مية وحداشر. توزعت الدرجات. عندك هنا هم يدي لك الدرجات الحقيقية. احيانا بيد لك الدرجات مضروبة في اتنين. ولكن هنا خمس درجات على الامس كيو هي درجة حقيقية. دايما في الاختبارات بتاعة تي ام مية وحداشر. الامس كيو عليها خمس درجات. الناس بتاعها تضيع وقتها كله من اول الترم لحد اخر الترم في اسئلة الامس كيو. يفضلوا يحلوا اسئلة امس كيو. والاختبار اصلا الامس كيو فيه خمس درجات. وممكن يجي لك اختيارات مختلفة تماما عن اللي جاء قبل كده. فمش عايزك تضيع وقتك فيها. في انك تتضرب على اسئلة الامس كيو لان عايزك تتضرب على اسئلة النظري وعلى الاسئلة البرمجية. لان الامس كيو عليها خمس درجات بس. وممكن لو احنا مذاكرين للمنهج نحل الاسئلة بتاعتها من غير اي حاجة. المذاكر هيحلها. البرت التاني عندك شوف. في السؤال الاول يعتبر نظري. اللي هو ده. لان هو بيدي لك جملة وطالب المصطلح اللي هو يدل على الجملة دي بيقول لكم المصطلح الصحيح لكل جملة. دي عليها خمس درجات يعتبر سؤال نظري. ده سؤال برمجي. ده كمان سؤال آآ نظري عليه ست درجات. يبقى خمسة وستة احداشر عندك حداشر درجة نظري في الاختبار ده. النظري يعني مطلوب ان انت تكتب حاجات قدامي. انك تكون مذاكر كويس يعني. وعندك ده سؤال برمجي عليه تسع درجات. وده سؤال برمجي عليه خمس درجات. تسعة وخمسة اربعتاشر. عندك اربعتاشر درجة من الامتحان اسئلة برمجية واحداشر درجة اسئلة نظرية. يعني تقريبا النظري قد البرمجي. ممكن في امتحان تاني يختلف الوضع يجيب لك ده قد ده. فهم الاتنين قد بعض. انا بتلاقيني باهتم بالبرمجي اكتر. ليه? لان النظري ده كلمتين انت هتذاكرهم وتحفظهم مش هعمل لك فيهم حاجات كتير. لكن البرمجي محتاجة عيد وزيد فيه. ودي لك مسائل عن الالجوريزم ودي لك مسائل عن فتلاقيني مهتم بالجزء البرمجي اكتر. لان هو الجزء اللي انا هقدر انفعك فيه اكتر. مش لانه اهم. لكن انت عندك النص نظري والنص البرمجي ولازم تهتم بكوز ايه? تماما? طيب نبدأ في الام سي كيو. بيقولك. السؤال اول بيقولك ايه كومبيوتينج? حوسبة. ان يكون عندنا قدرات حاسوبية. يعني استخدام الكمبيوتر بشكل صحيح عشان نستخدم القدرات بتاعة الكمبيوتر. في العديد من الوبجيكت زي المتجازات والفريجز والتلاجات والتي في والكارز بنستخدم الكمبيوتر او القدرات الحاسوبية في الاجهزة دي كلها. تمام? الحوسبة الايه? هي اللي بتعمل كده. ابيكوتس. ابيكوتس دي يعني واسع الانتشار. وكمبيوتينج يعني الحوسبة. يعني الحوسبة واسعة الانتشار. هي اللي موجودة عندنا في المنهج. وهي اللي بتعمل كده. هي اللي بتخصص القدرات الحاسوبية في مختلف الاجهزة. خلاص. انما والحاجات دي مش مش اجابة صحيحة. السؤال التاني بيقول لك اي من الجمل التالية صحيحة. تعال نشوفهم كده واحدة واحدة. خلي بالك ان السؤال ده يلخبط وجيف اكتر من امتحان قبل كده. يعني ده سؤال مكرر. اول حاجة having the latest batch. يعني اخر تحديث من نظام التشغيل. بيساعدك في بيساعدك في انك تحمل كمبيوتر بتاعك اجابة صحيحة. يبقى ده صح. اكيد طبعا اخر update بيعملك ايه? بيحمل الكمبيوتر بتاعك. او بيحمل تاني حاجة. تاني حاجة الفايروول كان built into your computer the software but not in hardware. لا يا فاندي. الفايروول في فايروول سوفتوير. سوفتوير فايروول. وفي هاردوير. يبقى الفايروول موجود في جهاز اسمه فايروول. الجهاز بيتم موجود في الاماكن الكبيرة اسمه فايروول. خلاص? فهو موجود وموجود هاردوير. فدي تعتبر خاطئة. بعد كده unsubscribing from mailing list. unsubscribing يعني ايه? احيانا بيجي لك رسالة من الشركة والرسالة دي رسالة دعائية. تنزل تحت في اخر الرسالة يقول لك والله لو انت عايز تعمل opt out في حاجة كده مصطلح اسمه opt out. لو انت عايز تعمل opt out من الايميل بتاعنا بحيث ان احنا ما نبعث لك رسالة تانية. اه سجل بس الايميل وتغط على the link ده وسجل. المشكلة الكارثية ان انت لما بتسجل فيه عشان ما عادش يبعث لك ايميلات. بيعرف ان الايميل بتاعك شغال. انت بتعرفه بتقول له يا فندم انا الايميل بتاعه شرغال خلي بالك. بتلفت نظرو ان الايميل بتاعك شرغال. بدل ما يعتبر ان الايميل بتاعك خامل وما عادوش يبعتوله لأ. انت بتفاهمه من الايميل بتاعك شغال. فدي تعتبر خطأ. اللي هي ايه? اللي هو الغاء. من هنا بيقول لك ده بيمنع الاسبام. لا يا فندم. ده ما بيمنعش الاسبام. ده بيزوده للأسف. عشان كده دي تعتبر كمان خاطئ. ما تعملش. لما يجي يقول لك اعمل في الايميل ما تعملش. خلاص? طيب. بعد كده. هوكسي ماسيجز او هوكسي ماسيج لوكس كاينت. شكلها كويس. بات كان كوز دامج تيور دي بايس. لا يا فندم مش الهوكسي ماسيج اللي كده. التروجان لو تفتكر. التروجان هو اللي كان كده مش الهوكسي ماسيج. خلاص? هو اللي كان لوكسي ماسيج شكله كويس ولكن هو بيخرب الجهاز بتاعك. فدي كمان خطأ. ازا الاجابة الصحيحة بس هي الاجابة الاولى. السؤال التالي بيقول لك which of the following points is true about clear block. موجودة كوبي بيست من السلايب. الكلير بلوك كليرز اول كوبيد ايميجز. بيمسح كل الصور من الستيج. من على الستيج? خلاص? اما ايه بقى? ده ايه بقى? ده الاستام. فيه بلوك تاني? ما هو فيه بلوك عندك اسمه الاستامب وفيه بلوك اسمه الكلير. خلاص? الاستامب بلوك هو اجابته ايه? اللي هو استامب بس اكوبي. وفاس برايتس كاستام انتو ذاستيج. وما للكلير بلوك? ات كليرز اول كوبيد ايميجز فروم ذاستيج. السؤال الرابع بيقول لك is the variable language? عندك variable اسمه language has a string value python. ماشي يا عمي. الvariable اسمه. فيه قيمة string python. ماله? قال لك بليت اربعة اف لانجج. دليت اربعة ممكن تفكر فيها تقول اه دي هتمسح للحرف الرابع. هقول لك لا. ما فيش بلوك اصلا مرتبط بالسترينج بيقدر يحزف حرف من جملة. من بلوك ده اصلا مش موجود. مش موجود عندنا بلوك بيحزف حرف معين من كلمة. خلاص? فده يدي لك ايه? يدي لك ارور. وما للبلوك بتاع دليت ده انا شفته قبل كده شفته قبل كده فين فين فين? اه موجود في اللستة. يعني ينفع يستخدم في اللست لكن ما ينفعش يستخدم في لما بيستخدم في بيحزف لي عنصر من عناصر اللست اللي هو العنصر رقم اربعة. لكن لما حاول اربعة اف يبقى انا عايز اديليت حرفه معين اللي هو بتاعه اربعة مفيش بلوك بيعمل لي كده اصلا فده تدي لي ارور. سؤال اللي بعد كده سؤال خمس بيقول لك عندنا لستة اسمها ايه اللي هم ميركري آآ وذينوس وارث. تمام? وبعدين قال لك بقى من اللستة اللي اسمها بلانتس وز مارس. يعني معنى كده بدل العنصر الاول اللي هو واحد حطي لي ايه? حطي لي مارس. يهو يهو المريخ. هيخلي اللي ستة عاملة ازاي? هيخليها عاملة كده. اول واحد مارس تاني واحد فينوس تالت واحد ارث. سؤال في منتهى السهولة. طيب. السؤال اللي بعد كده عندنا برض تو عليه خمسة وعشرين درجة. السؤال الاول منه عليه خمس درجات بيقول لك كمبيليت the right term. قطل المصطلح المناسب لكل جملة من الجمل. اكدهم واحدة واحدة. تلي بالك كلهم جايين من السلايد. one of the ways to reduce complexity. عشان اقلل الكمبيليكستي. is to use على طول custom blocks. هي اللي بتخليني اقسم البرنامج بتاع الاجزاء. وبالتالي تقليل الكمبيليكستي. تقليل التعقيد بتاع البرنامج. السؤال التاني بيقول لك when using the bottom the bottom up approach. to create the components. of a program. لما تستخدم bottom up approach. bottom up approach له نظام. انه هو اول حاجة بياخد ال individual component لما يكون عندك انت. component صغيرة كده. موجودة تحت او فوق. عشان عندك بقى component مرتبطة بحاجات تانية موجودة في النص. هو بيعمل ايه? هو بيعمل ايه? بياخد الاول ال individual component. عشان يقلل تعقيد البرنامج. يحطها لوحيتها كده. في custom blocks. يحطها على جنب. وبعد كده يكمل بقى الاجزاء المعقدة شوي. فاول حاجة بيعملها ان هو بياخد ال individual components. خلاص? بيعملها implementation الاول. وبعد كده يكمل. فهو بيقول لك. what is the first components? ايه اول components should be implemented first? طبعا هي ال individual component. بس. طيب. السؤال التالت بيقول لك breaking instructions down into smaller steps. لما تقسم ال instructions او التعليمات الى اجزاء صغيرة. to clarify the order of individual actions. ده اسمه ايه? على طول اسمه refinement او اسمه decomposition. decomposition انك بتقسم برضو المسألة الكبيرة الى اجزاء صغيرة. تحل كل واحدة منها الاول. دي اسمها refinement او decomposition. اللي هي التفكيك. برضو عندنا كوبي بست من السلايد. عندنا حاجة اسمها manipulation او changing of text rewards. عملية التعديل او التغيير في نص. دي اسمها ايه? اسمها text processing. حتى لمجدرس المنهج هيعرفها. اي تعديل على نص هي عملية text processing. السؤال الاخير هو اسهل سؤال. وانا جايبه لك زي ما هو كده موجود عندي في السلايد بتاعي. اتفقنا ان امبيجيس يعني ايه? يعني مجهول او غامض. يعني واضح. يعني متكامل. خطوة بخطوة. تعليمات. يبقى هي تعليمات واضحة. ومتكاملة. وخطوة بخطوة. بتعملك تسك متكامل. في وقت محدد اسمها الالجوريزم. على طول. على طول واخدناها مع بعض. اه عندك بعد كده السؤال التاني. السؤال ده انا حليته. شوف السؤال ده هياخد مننا شوية وقت. تمام? بس انا حليته بالتفصيل نفس السؤال بالزبط انا جايبه لك من نفس الامتحان وحليته. حليته فين? عشان بس ايه ما نضيعش في وقت. لو كربتي امية واحداشر في اليوتيوب هتطلع لك القيمة بتاعتي اللي هي شكلها عامل كده. هنفتحها. نروح عالدرس السادس. انت فين يا درس يا سادس? انت فين? اهو. هتلاقيها في الدرس السادس. تقريبا والله اعلم ما هي دي. عايزك تتذكر من اول هنا. يعني مش من تحت. من اول هنا. من اول المسال ده. اللي هو في ديئة كام تقريبا في ديئة التامنة. بعد ديئة التامنة قدام شوية. اهو. هتلاقي المسال نفس كوبي بيست. بس بعد ما بوضحه لك. اهو. ده المسال اللي احنا ايه? اللي موجود عندنا. ليه قلت لك ابدأ من ديئة التامنة? لان في مقدمة قبل ما ادي لك المسال ده. عشان يبقى واضح بالنسبة لك. فنعايزك ترجع للفيديو اللي هو ميتينج ستة وتذاكر نفس المسال اللي جاي من الامتحان. طيب. ديي الاجابة بتاعته. ديي الاجابة بتاعته. بعد كده عندنا السؤال التالت بيقول لك تلات عناصر في ايه هم? شوف. انا ممكن اختصر لك الاجابة دي. بس مش صح ان انا اختصرها لك. اول حاجة لان السؤال ده عليه تلات درجات. فانا عشان اختصره لك. ودي لك جزء صغير نص الاجابة دي. انت لما تكتبه في الامتحان هتكتبه ربع. يعني لما ادي لك نص انت هتكتبه ربع. انا مش عايز كده. دي انا هدي لك الاجابة دي وعايزك في الامتحان ترغي عليها كمان شوية. لازم حلك للسؤال يبقى كبير. مش صغير. غلط. فانا اقدر اختصر لك وكل حاجة بس انا مش عايز اعمل كده. خلاصة? طيب. هو اي هي? برضو لها علاقة بموضوع انت بتعمل برنامج بتاعك بتكسبك لموديولات الصغيرة. الموديولات الصغيرة دي في الاخر لو احنا جمعناها مع بعض هتكون لك البرنامج المتكامل. هي مهتمة بايه? بيتم تنظيمها في هيئة موديولات صغيرة. اللي هما دول. واللي هما مع بعض بيعملو لك المهمة بشكل متكامل لو انت جمعتهم مع بعض. المهمة المطلوبة. ده يعتبر هو تعريف وهو يعتبر من اللي البرنامج على التفاصيل بتاعت البرنامج في مختلف يعني في مختلف المستويات. يعني ما بتركزش على على البرنامج من الوجهة. بس بتركز على التفاصيل بتاعت البرنامج من مختلف المستويات. ممكن تكتب قبلها لما نيجي نعمل الكود خلاص بقى سهل لان انت مقسمه الى موديولات فكل موديول هتعرف تقرى بسهولة. سهل انشاؤه. والاخطاء اقل. and easier to understand وسهل الفهم. خلاص. دي الاجابة بتاعته المتكاملة. بيقول لك how can you protect your computer from malware? list three points. اول حاجة ensure that your computer has the latest patch. فيه اخر تحديث. الكمبيوتر بتاعك يكون فيه اخر تحديث from the producer. من المنتج. اللي هو operating system. يبقى لازم تتأكد ان الكمبيوتر بتاعك في ايه? اخر تحديث من operating system من نظام التشغيل. make sure other software is kept up to date. لازم تتأكد ان البرامج اللي موجودة في الكمبيوتر بتاعك زي المايكروسوفت وورد والمايكروسوفت اكسيل والفوتوشوب وكل البرامج مالها up to date. يعني هي كمان محدثة. install antivirus software. لازم تنزل antivirus and keep it up to date. وبرده تحدثه. ده ازاي نحمي الكمبيوتر بتاعنا من المالوير. اه طيب تمام. السؤال اللي بعد كده. السؤال الرابع عليه خمس درجات بيقول لك. what is the output of the following? طبعا مش ده بس اللي عليه خمس درجات ده وده. لانه هما جزئين يعني. بس احنا ناخد ده القول. اول حاجة بيقول لك اكس بيساوي مية. ما يشامع علي. بعد كده ودي مش بينة. بس هو على فكرة هو في الامتحان شايف الخطير السود دول. الدايرتين السود دول. دول موجودين اصلا في الامتحان. يعني هو مدهم لك كده. ورقة الاجابة جاية لك كده. بيحدد لك عشان لو مش بينة يا عم انا ببينها لك. ده قوز داخلي وده قوز خارجي. طيب. تقريبا والله اعلم ده خمسة زائد ثلاثة. ومضروبين في عشرة. في خمسة زائد ثلاثة تمانية. مضروبين في عشرة بتمانين. هل الاكس اللي هي مية اكبر من تمانين? ايوا يا فندم الاكس اكبر من تمانين. ما هي دي اكس بمية. وده تمانين. اه الاكس اكبر من تمانين. طيب وبعدين. شنجي اكس باي وان. زود على الاكس واحد. الاكس كانت مية اصبحت مية وواحد. طب وبعدين اطبع لي دي جملة سي. اكس بيساوي دي هتطبع زي ما هي. وهنا الاكس ده فهينطبع القيمة بتاعته اللي هي مية وواحد. بس دي الايجابة. هل هنروع عندي ايلس? لا طبعا مش هنروع عندي ايلس. طالما روحنا عندي اف. احنا مش محتاجين نروع عندي ايلس خلاص. احنا هننفذ اللي هو اف. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله. يبقى الاجابة اكس بيساوي مية وواحد. في حد يقولي السؤال ده كله اجابته مية وواحد بس وخلاص اكتب له كده. اه تكتب له كده بس شكرا. اكس بيساوي مية وواحد. هو كده هون فوش اكتر من كده. تمام. عندك هنا بيقول لك. ذاكرو يعني. يعني اعمل له تريس يعني. بيساوي ما يجدر. what is the value of variable index after running the program? هم. شوف هو احنا الاندكس بدأ هنا من واحد. دي قمت البداية. لحد لينسو افورد. لينسو افورد واحد اتنين تلاتة اربعة. يعني لحد اربعة. وكل مرة هيزود واحد. دي اسمها قمت البداية. دي اسمها قمت النهاية. ان انا بلف من واحد الاربعة. ودي اسمها قمت الخطوة ان انا كل مرة بزود واحد. ليه بقول لك كده? لان انا المفروض ان انا بلف من اول هنا. لحد هنا. وكل مرة بزود واحد. يعني اول مرة هنا. المرة اللي بعدها بزود واحد بيبقى عند اي. المرة اللي بعدها بزود واحد بيبقى عندي سي. في المرة اللي بعدها بزود واحد بيبقى عندي ايه. من الاخر الكود ده اساسا. اللي مذاكر او اكتيفتي ميتك اربعة. هيفهم كويس ان الكود ده بيلف على عناصر الكلمة دي. حرف حرف. من الاخر. الكود ده بيعمل كده. بيعمل ايه? بيلف لك على عناصر الكلمة. طب ليه بيلف على عناصر الكلمة? ممكن عشان نشوف مسلا كم حدد حروفها. او عشان نشوف فيها كم حرف اي. او فيها كم حرف زد. او فيها كم حرف سي زي المسال ده بيقولك. طبعا الاندكس متغيرة مرة واحد ومرة اتنين ومرة تلاتة ومرة اربعة. لان المتغير اندكس بيبدأ من واحد لحد اربعة. فالاندكس دي كل مرة هتبقى رقم مختلف. اول مرة لتر واحد اف وورد. اللي هو الام. تاني مرة لتر اتنين اف الام. تلات مرة لتر اف وورد. اللي هو السي. فكل مرة بياخد حرفه معين وبيقرنه بالسي. لو لقى ان في حرف من الحروف بيساوي السي بيزود العدات بواحد. يبقى من الاخر قيمة كونت. في المسال ده لما يخلص البرنامج هتبقى كام? هو بيعدلك عدد حروف السي. عدد حروف السي حرف واحد. هيلف على الحروف كلها ويشوف فيه كم حرف سي. لو لقى ان في حرف سي هيزود العدات بواحد. يبقى في النهاية. بعد ما يخلص البرنامج قيمة الكونت هتبقى كام? هتبقى واحد لان انا ما عنديش على حرف سي واحد بس. بس اخلي بال. هو مش عايز الكونت اصلا. ده هو قال لك وده اللي يلخبط. يعني ده اللي يخليك انت تستغرب. ده هو عايز المتغير اللي اسمه اندكس قيمته كام بعد انتهاء البرنامج. مش المتغير اللي اسمه كون. بس خاطران. ممكن نكتب لك الكون. يقول لك قيمته كام. طيب لو احنا عايزين الاندكس نعمل ايه? نشوف. زي ما قلت لك انت عندك الاندكس او. هتبدأ من هنا. لحد هنا. وكل مرة بتزود واحد. ماشي يا معل. هنا بقى نركز على اللفات. احنا بنعمل عملية ريبيت. ركز لي على اللفات. انت بدأت بكام? بواحد. تمام? طيب. حطي لي هنا المتغير اللي اسمه اندكس. وحطي لي هنا راوند اللي هي اللفة او خليها بالعربي. اللفة عشان نعرف احنا في اللفة الكام. خلاص? طيب. او خلينا ايه نعكسهم? يعني خلينا هحط اللفة هنا. وهنا اندكس. تمام. هنبدأ في اللفة الاولى. قيمة المتغير اندكس بكام? واحد. هندخل اللفة الكام? هندخل اللفة الاولى. ماشي يا فنة? هل بيساوي سيل? اه لا ما بيساويش سيل. ان الحرف الاولاني هو ام. خلاص. مش هندخل على تشينج. هنعمل تشينج اندكس باي وان. يعني زود لي الاندكس بواحد. فالاندكس ما عادتش واحد. اما اللي بقيت كام? بقيت اتنين. ليف ورجع تاني. خلي بالك. احنا كنا في اللفة الاول. هندخل اللفة التانية دلوقتي. اهي. اللفة اتنين. هل اللتر اندكس اللي هو لتر اتنين اوف وورد بيساوي سي? لا يا فاندم برضو الحرف التاني ماهش سي. خلاص. زودنا الاندكس بواحد فبقى تلاتة. خلصنا اللفة التانية. خش في اللفة التالتة. في اللفة التالتة. هقول له هل اللتر اندكس اللي هو اللتر التالت. وفورد بيساوي سي اه اللتر التالت او الحرف التالت سي. خلاص زود لي الكونت بواحد. مش هتفرق معي. بعد كده اندكس بواحد. زود الاندكس بواحد فبقت اربعة. وبعد كده لف ورجع تاني هندخل اللفة الربعة اللي هي اللفة الاخيرة. هل اللتر اندكس اللي هو اللتر اربعة اوف وورد بيساوي سي اه لا ما بيساويش خلاص مش هتفرق معي. زود الاندكس بواحد فاصبح الاندكس خمسة. اللفات بتاعتنا خلصت ولا? اه خلصت. بس خلي بالك ان الاندكس كان خمسة مش اربعة. ما هو لازم كده الاندكس اللي هو دايما على فكرة. دايما متغير اللوب بيزيد بواحد في الاخر. يعني دايما هتلاقي متغير اللوب اللي هو زي اندكس ده اسمه متغير اللوب. دايما متغير اللوب بيزيد بواحد عن عدد اللفات. تمام? تمام. ده كان الاخر حاجة عندنا في اه اختبار الترم لفول سي مستر الفين ٢٣٣ ٢٣٤. انا شايفه الى حد ما امتحان سهل و لزيز. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.